السلام عليكم ازايكم يا جماعة يارب تكون بخير انا فوتوغرافة ريسمين وكل عام وانتم بخير وإلى الله اقرب وعلى طاعته دائمين بمناسبة شهر رمضان المبارك طبعا انا حبيت ان انا اوريكم الاجواء الجميلة الاجواء الرمضانية اللي هي بتبقى في المنصورة طبعا انا اللي بيتابعني او اللي عارفني يعني انا بحب ان انا اصور اي مكان اروح له سواء مثلا شوارع ماشي في شارع بحب ان انا اصوره اعدى في مكان بحب ان انا اصوره يعني بتفتصح في مكان في اماكن اسرية في لقصر بلدي في المنصورة في اي مكان انا بروح له بحب ان انا بقدر الامكان بحب ان انا اصور المكان اللي انا بروح له بحب ان انا اوري للناس جمال معالم اي مكان ان انا اروح له بصراحة شايفين الجمال شايفين الفوانيس الفوانيس الكبيرة اللي هي بتتعلق مثلا سوى مثلا على البيت او في الشوارع الفوانيس الصغيرة برضو حاجة في منتهى الروعة بصراحة يا جماعة وطبعا بنزل الفيديو ده يعني كفاتفادة يعني اني خلاص يعني رمضان قربه وربنا يعني يرضى عننا ويتقبلهم مننا ويعني بصراحة يعني يا جماعة رمضان يعني شهر جميل جدا شهر الناس بتبقى اكثر قربة من الله عز وجل بتسوم بتحاول ان هي تحفظ لسنها احتراما لشعائر الله عز وجل واحتراما لحرمة رمضان فدي حاجة جميلة في الناس يعني برضو ما زالت الدنيا بخير يا جماعة ان الواحد يدخل رمضان يحترم بقى يحترم ربنا يحترم شعائر ربنا يحترم الرمضان يحترم الايام اللي هي الايام المباركة ما بيبقاش مثلا بقدر الامكان ان هو المسلا اللي بيشرب سجاي بحاول ان هو يتقدم ما بيشربش اللي بيبقى لسانه يعني بيقول كلام مش كويس بيحاول ان هو يسكت بجد بصراحة يعني انا كياسمين بحب ان يعني كل يوم وكل شهر يبقى رمضان بس يعني ان شاء الله يعني ربنا يتقبل منا رمضان وعلى فكرة يا جماعة لداخل الفيديو ده انا انا بتكلم عادي كمجرد فطفضة يعني عشان بس محدش يزها بيقول انت بتتكلمي في ايه وبترغي في ايه ده مجرد فطفضة مناسبة دخول شهر رمضان فيعني رمضان يعني بيبقى في قلوبنا بصراحة اتمنى يعني ان شاء الله يعني باذن الله رمضان ده يبقى رمضان خير على كل الامة الاسلامية وكده كده اصر رمضان شهر الخير وشهر الكرم وشهر كل حاجة جميلة فيعني ربنا يتقبلوا مننا ويردى عننا وبرضي يا جماعة من تنسوش الاموات لانك برضو امواتنا مثلا اللي غاليين علينا فيه ناس غالي علينا ماتت برضو كل اموات المسلمين ندعي لها نقرأ لها الفتحة ندعي لها في رمضان لعلها عسى يعني دعوة حد صادق من الحي للميت يعني ربنا يغفر للحي برضو وربنا يرحم الميت وهكذا ف ونقرأ قرآن كتير ونحاول يا جماعة نستغل شهر رمضان انتو شايفين يا جماعة يعني برضو الدنيا بقيت غريبة هي مش الدنيا بصراحة بس الناس الناس بقيت غريبة الواحد تحس كده ان يعني شبه ما فيش امان يعني بس ده كله بسبب الناس ما ما فيش ما مافعش ان احنا نرمي اللهم على الدنيا لا الدنيا مش هي السبب الناس هي هذا السبب فاتمنى ان قلوب الناس والناس ترجع لربنا يعني تتقي الله نرحم بعض نخاف على بعض يعني ما نظلمش بس بس للأسف يعني في الأول وفي الأخير يا جماعة دي برضو دنيا مش جنة يعني الدنيا فيها الخير فيها الشر فيها الناس الوحشة فيها الناس الكويسة بس برضو 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 مازال الخير موجود إلى يوم القيامة ومازال الخير في أم التاني بين محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان يا جماعة الواحد برضو يبدأ بنفسه انا مش عشان شايف الدنيا وحشة يبقى اه او الناس يعني وحشة يبقى انا بقى وحشة زيهم لا انا طلابا متربية كويس اه اهلي ربوني يعني الى حد ما قريبة من ربنا ومتعلمها تعليم جيني الى حد ما وبردو اه دي يعني خير فأتمنى اني اكون وردكم اه اجواء من اجواء رمضانية من اه قبل رمضان يعني فكل عام انتم الى الله اقرب يا جماعة و ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان و سلام عليكم